أكيد طبعاً تباعة الإنترو اللي طبعاً اتكلمت فيه قبل ما تخش على طول ومباراة منتقب مصر أمام غينيا انطلاقة جديدة إدارة فنية جديدة تحت القيادة الكابتن إيهاب جلال عايز أعرف رؤيتك بالنسبة لهذه المباراة من خلال معقيل وما يعني الأحداث في السوشيال ميديا قبل المباراة وطبعاً الأداء الفني داخل الملعب بدأت عن كابتن هاني أنا كنت بس محررك وبحييك على الكلام اللي قلته يعني في دقائق قليلة أنجزت ولخصت القصة المرض يعني جسد الكرة المصرية مش قصة مش قصة مدرب همشي مدرب واجي مدرب زي ما حرارك قلت لازم يبقى فيه خطة للكرة المصرية عشان نتكلم لازم يبقى فيه خطة يضعها اتحاد الكرة اتحاد الكرة يحط خطة نمشي عليها للسنين الجاية يعني من خلال منتخبات كتير أنا ريتك حاجات دي وشفتاني منتخب ألمانيا اللي بنشوفه ده متخطط له مش حاف من 15-16 سنة ومنتخب أسبانيا ده كان بيتحدد لكسب كاس عالم 2010 كان قابليها ب12 سنة يجهزوله فالقصة مش قصة انها النهاردة هشيل كروش فشل مودنش كاس عالم خلاص يبقى كروش يمشي عقده انتهى لازم نفكر لازم نفكر لازم يبقى فيه عندنا خطة وتطوير وازاي احنا عايزين نعمل ايه يعني انا عجبني جدا هيرفي رينالد في بطولة كاس العرب والناس اعترضت السعودية داخلوا كاس العرب وجايزته بيت أعلى من جايزة أمم أفريكا وكلام ده الراجل لو حركت في تكير شارك بالمنتخب السعودي به أو منتخب الشباب كله وبعت المدرب المساعد بتاعه اللي بيسك فيه هو اللي قضهم في البطولة بغض النظر عن النتائج بس هو كان عايز اعمل حاجة كان عايز يحقق ياخد من الفرقة دي الشباب اللي هيشاركوا يطلع بلعبين بس يضمهم للمنتخبين أو تلات لعيبة هو ده النجاح انك بتخطط ازاي والمنتخبات دي بالفعل بدأت تجني حصاد اللي احنا شفنا ده حاليا عندنا منتخبات زي الكوريا الجنوبية واليابان دايما بضرب بهم مثال والسعودية في أسيا تلات منتخبات دائما ضيوف دائمين على كاس العالم فقفت الصادية ستة مرات وصل الكاس العالم بالضبط يا قي environment هنان احنا بنحاول كل سنة وحلم بقى حلم لينا مجرد نوصل الكاس العالم لان المفروض مش كده المفروض منتخب مصر يكون ضيف دائم في كاس العالم بالعكس لا ينافس لان احنا من أوائل الدول في العالم اللي شركت في كاس العالم ومن أوائل الدول اللي حطت بصمة وليجابت أهداف في كاس العالم ف34 عما شاركنا وأحرزنا أهدافك وكنا منتخب موجود على ساحة يعني الكرة المصرية كرة تاريخية كرة عريقة مش لازم نوصل إحنا حتى الآن محلك سر أنا شايف إن إحنا محلك سر كل سنة محلك سر ما فيش حاجة نتقدم فيها ده أنا أتفق معك يا هاب وزي ما قلت يمكن الحلول دايما الجزرية ودايما لما بيكون عندك مشكلة لازم نواجه نفسنا عندنا مشكلة آه عندنا مشكلة عشان نقدر نحل لكن لو قلنا إحنا ما عندناش مشكلة أو يعني لخصنا المشكلة أو يعني قلنا أن المشكلة بس هو المدير الفني لمنتخب الأول ده ظلم أولا للمدير الفني وظلم لناس كتيرة جدا جدا وأنا بتفق معك يا هاب كمان على مستوى لازم استقافة الناس تتقبل دوت إن إحنا يعني لو بيبقى فيه خطة موضوعة بنمشي عليها الناس متقبلة عارفة الكلام دوت إن إحنا هنجني السمار خلال الأربع خمس سنين أو العشر سنين القادمة ده لازم يكون واضح ومعروض على الناس بشكل مباشر